الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أجل مرسل وآله وصحابته وتابعه من واله جزى الله الإخوة المتحدثين من قبله فيما تكلموا فيه ووضحوا للشعب السوداني وللإخوة الجلوس والحضور ولمن خلفهم هذه المسائل العظيمة من التوحيد وأنا والله ما عندي كلام كثير لكن أقيف مع ما انتهى منه الأخ بحيد الدين جزاه الله خيرا وذكر قصة إبراهيم عليه السلام وما حصل له من عداوة ومن كيد ومن صد ومع ذلك لم يمنعه ذلك من القول بالحق ومن الدعوة إلى الحق ما هو دعا قومه ودعا أبوه عليه إبراهيم عليه السلام دعا قومه ودعا أباه فربنا يقول في سورة مريم وإذ قال إبراهيم لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يمصر ولا يغني عنك شيئا وانا دعا أقيف مع الجزئية دي بس عشان ما نطويل على الناس ونختم يا أبت وده في خطاب لطيف من إبراهيم عليه السلام فالأنبياء هم أحكم الناس أحكم الناس في دعوة الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى وامتلأت قلوبهم رحمة ورأفة على أقوامهم وعلى أقربائهم لكي يخلصوهم من براثن الشرك حكم الأنبياء أحكم الناس وأرعف الناس كما قال الله تبارك وتعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فرأفة بهؤلاء الناس نأتي إلى هذه الأماكن وإبراهيم عليه السلام رأفة بأبيه جاء وقال له يا أبتي بأسلوب طيب ما قال له يا حاج ولا العبارات التي نسمعها من الشباب اليوم يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يمصر ولا يغني عنك شيئا وده كلام بمنطق ولا لنحن نفس المنطق ده بنخاطب بيه الصوفية الذين دعوا الناس إلى عبادة غير الله إن كنت في هم وغم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين وهذا للزجر والتقريع ما بيستجيب ولا بيسمعك ربنا قال إن تدعوهم شنوه؟ يا ناس الآية ما عارفنا لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم والله يوم القيامة ست مريم والله تتبرأ منك وكل من عبد الست مريم تتبرأ منه كان هي صالحة في نفسها أنها ما عندنا معا مشكلة وكان ما صالحة برضو يوم القيامة بتتبرأ منك لأن ربنا قال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب أي أسباب المودة التي كانت في الدنيا في الدنيا هنا بقول لك أبونا فلان والبحر الشامل والمحيط الكامل وصابقية وما عارف لك الحق بعيد وابضل عن حديد والسريع بالحيل الغاب ما أنزل الله بها من سلطان إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآبائكم ما أنزل الله بها من سلطان لشان كده نخاطب هؤلاء الناس بهذا المنطق بمنطق إبراهيم عليه السلام لما تعبدون ما لا يسمع ولا يمصر ما بيسمعك لو كوركت في المحل ده ليه بكرة الصباح يا مكاشف ويا ما عارف ليه برعي الغوب ويا رجال العلفون اللي أسرع من التلفون وكذب ساي كلها شعارات وما أكثر الشعارات التي يرددها هؤلاء وينسجونها حول الشيوخ والمعظمين عندهم لكي يصرفوا الناس لعبادتهم عشان كده صوت الحق لما وصل إلى هؤلاء الناس ولما يعني علم كثير من الشعب السوداني ما عند هؤلاء الناس من الباطل ومن الشرك ومن الضلال تبروا منهم وكفروا بهم لذلك هم الآن يصرخون من وجع صوت الحق عشان كده الكوارك كثيرة في الإعلام وفي التلفزيون وغيره وغيره ليه لأن صوت الحق وصل وما وما أصعب وما أعظم ما يجده هؤلاء الناس من دعوة التوحيد التي يدعو إليها هؤلاء الشباب وغيرهم من دعوة التوحيد في هذه البلاد وخارج هذه البلاد عشان كده الشغل دي زي ما قال لك أخونا محيدين في ناس كثير يتنازلوا منا لأنهم فيها بيجيب لك مشاكل شفت قلت للناس أعبد الله براه وجاوت مشاكل لإبراهيم عليه السلام طوالي أبو قال له شنو في نهاية الآيات قال له أراغب أنت عن آلهة يا إبراهيم لئن لم تنتهي لو ما خلت الشيء بالسوفيو ده لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا شوف شوف التهديد والتوعد ولكن هل صده ذلك عن دعوته أبدا حاشا وكلا فإن الله عز وجل مبلغ أمره وناصر رسله عليهم الصلاة والسلام وكذلك ينصر دعاة التوحيد ومن سار على أثر الأنبياء والرسل ينصره الله شاكد يا زول دعوة دي الدعوة دي كثير من الناس الآن اتنازلوا منها وباعوها عديل كثير والله نكلمك النصيحة داعي التوحيد لابد تصبر لابد تصبر ربنا قال عن الأنبياء ولنصبرنا على ما آذيتمونا في ابتلاء ربنا قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم إبراهيم ألقي في النار وقتل الأنبياء من بعده عليهم الصلاة والسلام منهم من قتل ومنهم من ضرب حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أوذي وضرب وشتم وأوذي أذن بالغا من أجل تبليغ دين الله تبارك وتعالى قالوا عنه شاعر وقالوا مجنون وقالوا كاهن وقالوا ما قالوا وجمعوا له الصبيان والمجانين فغذفوه بالحجارة حتى أدمت قدمه وفي أحد شج جبينه عليه الصلاة والسلام وكسر الطرمائيته ودخلت حلقة المغفر في وجنتين عليه الصلاة والسلام يا زولد ده كله ابتلاء وتمحيص لدعاة التوحيد وللأهل الأنبياء من قبله فنحب توقعين الأزم من أي سفيه من السفهة ولا مجرم من المجارمة يسبك ويشتمك بل ويضربك ده ما فيه متوقعين تماما لكن لما القيامة سوف نقف أمام الله تبارك وتعالى هذان خصمان يختصموا في ربه ضربت الزولد له شتمت له عشان قال للناس يا ناس أعبدوا الله براه وخلوا ما دونوا من الأنداد والبشر الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياتنا ولا نشورة كالبرع وكالمكاشف وكالصائم ديمة وكالتجان وكالركان وغير من أئمة الضلال في هذه البلاد عشان قلنا للناس يا ناس أتوجهوا لي الله وزي ما تسمع في الإعلام دعاة الباطل واحد اسمه الخنجر مجرم من المجارمة قال الأولياء منزلوا المطر نقول له تعال تعال نحن في بصرنا الخريف وربنا يقول في القرآن يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض في راشا والسماء بناء وأنزل دم نوه دعا الله ولا الجماعة بتاعينك يا مجرم دعا الله تبارك وتعالى وحده تبارك وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث دم نوه دعا الله لكن هذا الجاهل وهذا البليد قال أن الأولياء يمكن لهم أن ينزلوا المطر أو قال ممكن الولي يدفعوا له البياض والحواشتين يكونوا نجم بعض بينهم ترس بينهم ترس أو بينهم ما أعرف تقنط والمطر تنزل هنا لأنه داك دفع بياض والمطر ما تنزل من هنا لأنه دا ما دفع البياض يا ناس عليك الله الكلام ده لو ما شاءت قلت لي لأ لي ترمبا بتاع أمريكا الجديدة قلت لي يا ترمبا ولا يمنوا سببنوا تعال عندنا أولياء بيعملوا العملية دي ما بقول لك يا الخنجر كذا أخشى التجان الماح يقعد لك فيها أسبوع ولا أسبوعين والله يدخل لك التجان الماح وده جهل وزي ما قال لك أخونا قال لك كرفيتات إنت الكرفيتة دي ما أدقر شفت لقيت لابس كرفيتة ولا في جوالقبو الحفيان وأبو الشيخ وإن ده دي ما 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 ربنا قال فإنها لا تعمل أرصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور لشان كده إبراهيم عليه السلام قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمعه تعبد يعني تناديه تقول يا الصنمال في زمنه غير أنا ما أعرف اسمه لكن الصنمال في زمنه الذي يدعوه ويعبده ويتقرب إليه من دون الله تبارك وتعالى لما تعبد ما لا يسمع ما بيسمعك ولا يمصر ما بيشوف ولا يغني عنك من الله شيئا ودي الورطة الكبيرة يوم القيامة كونك تكون معتمد على أصنام ومعتمد على أولياء ويوم القيامة ربنا قال ويوم يقولوا ناديوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقة ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصيفة ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا بجادل بالباطل يقول لك لا تقول لي يا زوال ربنا قال البدجانة هو البدجانة يقول لك لا برضو الكباشة بالدجانة يا زوال بغالتك وممكن ضربك يقول لك أنت وهابي لا لا ما وهابي ده القرآن أنت القرآن ده رأيك فيه شنو ربنا قال هو الذي يهب الذرية قال ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ما بيغني عنك شيئا والله نقول لي كل سوداني ونقول لي كل صوفي متعلق بغير الله يتبارك وتعالى والله يوم القيامة ما يملك ليك أي شيء لا يملك ليك لا يكشف عنك ضر ولا ينجك من صراط ولا يخفف عنك السيئات ولا بيشير من سيئاتك بيخذتها عندهم لكن زي ما قال أحد هؤلاء الضلال قال يوم القيامة قال قال يوم الخلوك والكزم أبو قروم بيجيش يتنظم قال يوم القيامة جماعته بلما يكون براهم يتنظم وواحد ثاني سألوه قال يوم القيامة نعرفك كيف زي ما جاء في كتاب سرقج السالكين قال يوم نعرفك كيف يوم القيامة قال كل ولي من الأولياء عنده دلوكة عنده دلوكة يدقه يدق الدلوكة يعرفو طوالدة فلان ودي دلوكة فلان يوم القيامة ين تعملوا إزعاج يا مجرمين يوم القيامة في إزعاج وربنا قال وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا ربنا قال يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن الله الرحمن وقال صوابة الصوفية داري عملوا إزعاج يوم القيامة يوم القيامة داري عملوا إزعاج طيب الدلوكة ديمة مجلدة بيجري البهيمة البهيمة دي يوم القيامة تقوم سائعاني ولا كيف يا أين عقولكم يا أيها المتصوفة لذلك الآيات وإبراهيم عليه السلام يعني من قرأ قصته وسيرته في القرآن يجد أنه إمام الحنفاء وإمام الموحدين حقاً وصدقاً وعلى الإنسان أن يتأسى به ما ليه أن يتأسى به ويصبر على الأذى الذي يجده من أهل الضلال ومن أهل الباطل لطالما التزم بدين الله والله شوف الخالق اللافة دي كله الخالق اللافة دي كله النبي عليه السلام أداك الخلاصة قال واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا بشيء غد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لن يضرك بشيء إلا بشيء غد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف والنبي عليه السلام أيضاً يقول في الحديث الغدوسي قال قال ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد يعني الله تبارك وتعالى يقول أن هؤلاء الأنخال قل لهم لو اجتمعوا في صعيد واحد لكي يعني يفعلوا شيء